بحسب التقارير واستقبالاً لوصوله يمكن رؤية صور أخوان زادة في كل مكان في شوارع قندهار جنوبي أفغانستان ومع ذلك نقلت وكالة فرانس بريس يوم الاثنين عن المتحدث باسم حركة طالبان نبيح الله مجاهد القول أن أخوان زادة كان في قندهار منذ البداية بينما قال المتحدث آخر باسم الحركة بلاي الكريمي أنه سيظهر على الملأ قريباً وفقاً لوكالة سبوتنيك نيوز ونقلاً عن مصدر يوم الأحد بدأ زعيم طالبان محادثات مع قادة الحركة الآخرين في قندهار دون معرفة تفاصيل هذا وتولى أخوان زادة بعد مقتل أخطر محمد منصور في غارة جوية أمريكية عام 2016 منصب الزعيم الأعلى لطالبان من ذلك الحين عمل على جمع الأموال للحركة وتوحيد مختلف فصائلها وتوطيد الزعامة ولم يظهر علناً لسنوات عديدة وقال المتحدث باسم حركة طالبان ذي بيح الله مجاهد لرويترز مؤخراً إنه من المتوقع أن تعلن طالبان تشكيل الحكومة الجديدة المكتملة في الأيام القليلة المقبلة وفي الوقت الحالي تم تعيين حكام وقادة شرطة في 33 ولاية من أصل 34 وثلاثين